فيه لفرقتنا وكل التوفيه للنصر الأحمر في استياد الغربان الغربان ده الاسم المشهور به فريق مازينبي في الكنغو كل التوفيه لنجوم النادي الأهلي حتى تكتمل الفرحة في أثناء هذه الأيام أيام الأهلي الطيبة على فكرة كنت في البداية سألت الزمل على الصورة وقلت لكم دي الصورة الأغلى اللي أنا بحب أشوفها عن النادي الأهلي مشكورا فريق الإعداد جاهزة يمكن الأهلي يطعم الفقراء ويسليهم ده كان النهج المجتمعي بتاع النغة بصوا بقى قاد الصورة يا جماعة العمال بتوع النادي حتى كانوا سيدات المجتمع سيدات النادي وعظماء النادي من مجلس الإدارة والبهوات الكبار اللي هم رؤساء ووزراء ووزراء هم اللي مقاعدين السوائين وعمال الأمن وعمال النادي على مئدة العشاء خدوا بالكم ده التاريخ عشان كده لما مجلس الإدارة الحالي أو محمود الخطيب يستلهم من هذه الروح فكرة عائلة الآلي تعرفوا انها مش جاية من فراغ جاية من جزور بعيدة قوي في مطع القرن الماضي كانت هي دي روح النادي الآلي وتواضع رجال النادي الآلي وتقدير النادي الآلي للعمال اللي فيه وللبسطاء أبعد من كده في جملة واحدة ما هو شعور هؤلاء العاملين في النادي الآلي في الانتماء والحب حيحبوا النادي الآلي حتفانوا معاه أكتر هو ده يوم الآلي شوفوا المزيج السحري أن كلنا في خدمة النادي الآلي وما بييجي كابتن طار السليم والأي واحد يقولك أشتغل على باب النادي الآلي وعمل في قط اللبس تجد أن اليوم واحد زي هي دي روح النادي الآلي وشخصية النادي الآلي زي نجوم الكورة دي روح النادي الآلي وشخصية النادي الآلي وسمات النادي الآلي اللي تغنى بها الشعراء وكان واحد منهم الأمير عبدالله الفصل في رائعته الزين النوادي اللي شاد بيها العندليب الأهلاوي عبد الحليم حافظ دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل دائما بطلا شامخا وزين النوادي وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ونسيبكم بأجمل الكلمات الساعة اثنين